السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله غاد نشوفه واحد اللي بلان افكاس بور بيان بخيباري لو ايفيف براتيك اذا كيف ما وعدكم هاوا اللي بلان وجدتو لكم اذا الى تبعتو هاد اللي بلان ان شاء الله كما يجب وكيف ما غاد نقول لكم ان شاء الله غاد نتنجحو جيد اذا قبل من نشوفو هاد اللي بلان ونشوفو الكانتوني ديالو غاد نحتاجو بالضبط واحد الانلوجيسيال دي virtualization سوى ال virtual box وبيان ال vmware باش نكريو فيه دي ماشين باش نطبقو دكش ديالادمنستراتيون سو لينوكس غاد نحتاجو باكت تراثر باش نطبقو لكماند ديو سيسكو دكش ديال سيسكو غاد نحتاجو لزيماج ايزو اه لي هما هتكون دستريبيسيون لينوكس وغادو تكون واحد دستريبيسيون لويندوز يعني هذك دستريبيسيون لينوكس كتكون على حساب دكش اللي قريتي فيه سوى في دورة سوى يوبانتو سوى الريدهات وغاد نحتاجو ان كليان وبيان دو كليان اللي هو واحد غايكون لينوكس واحد غايكون ويندوز هذك الويندوز يقدر يكون اكس بي ولا سيفن ولا الديسك اذا في الفايموار والفيرتور بوكس غادي تكريي تخوى ماشين يعني واحدة سيرفير لينوكس واحدة كليان لينوكس واحدة كليان ويندوز وغادي نحتاجو الميكروسوفت وورد هذ الميكروسوفت وورد باش نهزو هذك الكونفيقراشيون ديالنا اللي درنا في لينوكس واحدة في باكت تراثر ونحطوه فيشي وورد هذ الفيشي وورد هو اللي كتصحح في الاقزامة يعني نهار الاقزامة هذك الفيشي وورد كيكون تريز امبورتان دكوغ يعني كتكون عليه واحد نسبة ديال كتار من تسعين في المائة باي غادي نحتاجو واحد تيرمينال اللي هو تيرمينال باش ندخلو ادستان السيرفر باش ندخلو ادستان السيرفر بارتالنت وبيان بار اس اس اح جيد اذا ندبع نشوف واحد الوبلون الوبلون كتقسم على دو كوتي سيسكو او كوتي ادمنستراتيون سو لينوكس بالنسبة لكوتي سيسكو عدنا اولا الادرساج لي هو الوبل اسم و الفل اسم دات و الهر ناندات و رسوليشون دينا ديسكريبشون اي بانيار ديكنيشون مدبا سكريبته اي نانكريبته تلنت اي كونسول ديناميه gestion et récupération des images EOS rota statique RIP le IGRP l'OSPF à zone unique et à zone multiple les ACL standards et tendus et nommés DHCP et agents de relais le VLAN le VTP et InterVLAN le SCP EDR CHANEL les réseaux sans fil le PPP avec l'authentification PAP SHAP et PAPSHAP NAT statique et dynamique surcharge NAT c'est-à-dire le PAD frame relay avec ma page statique ma page dynamique et point-to-point le VPN site-to-site bien site-to-site NetFlow SNMP SSLog c'est pour la supervision ou après c'est une cellule c'est un rôle l'APV6 et nous pouvons tout à l'apprent l'APV4 et nous pouvons l'apprent pour l'APV6 tout à l'apprent 4 jours 4 jours 4 jours pendant ces 4 jours nous allons l'administration sur Linux l'administration sur Linux est-à-dire uniquement sur le NONDOT soit par fichier ou bien par command l'configuration d'il TCP IP soit par fichier ou bien par command DRCP l'Bind bien par FTP Samba l'NFS telnet l'SSH et HTTP l'APAACH دعا سوف اتفهل هادش يكون ان شاء الله هادش الي قد فادل بلاو هذا هو الي غادي يركزو الي فى البيباراسيون ديلنا ان شاء الله باذن الله والله المعين والله ينجح كل واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته